من جديد يهتز العرش الملكي المغربي على وقع فضيحة أخرى مسرحها مكتب الاتصال الصهيوني بن ريباط بطلها ممثله دايفيد جوفرين وحتى الموظفين الفضيحة هذه المرة أخلاقية وتتعلق باستغلال نساء مغربيات جنسيا داخل الممثلية الدبلوماسية ليس هذا فقط بل تعدتها لتحرشات جنسية وجرائم أخلاقية وسراعات حادة داخلها شظايا الفضيحة وصلت وزارة خارجية الكيان المحتل التي فتحت تحقيقا في القضية ليس في الجرائم الأخلاقية فقط بل حتى في سرقة هدية ثمينة جاءت من الديوان الملكي المغربي خلال احتفال الاحتلال الإسرائيلي بما يسمى ذكر تأسيسه لم تمر صنة على افتتاح الكيان الصهيوني لمكتب الاتصال بن ريباط حتى أضحت الفضائح الموضوع الأكثر حضورا في العلاقات فيما يبدو أن المغرب بدأ يقطف ثمار مساعيه الجاهدة لتطوير عمله الدبلوماسي مع الاحتلال الإسرائيلي